أحسن الله إليكم هذا السائل أبو سهيل يقولي الشيخ صالح لماذا ارتبط الذكر في الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام آيات كثيرة ارتبطت نرجو أن تعلق عليها مشعر الحرام مزدلفة الجبل مزدلفة هو المشعر الحرام سمي الحرام لأنه في الحرام داخل الحرام أما عرفة فهي خارج الحرام هي مشعر وليست حرما أما منا فهي مشعر وأيضا هي حرم فالجبل الذي هو جبل مزدلفة هو المشعر الحرام وقوله عند المشعر الحرام هذا بيان لأنه ليس شرطا تصعد على الجبل ولكن اذكر الله عنده فكل مزدلفة كلها المشعر الحرام قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف جمع يعني مزدلفة كلها موقف همون والأسرت